السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك ألم بالرقبة والظهر وضعف عام وحاس ان عظامك ضعيفة وشاكك ان يكون عندك هشاشة في العظام وعايز سعرف اذا كان عندك هشاشة في العظام ولا يلقى عن طريقة مضمونة ومؤكدة فاربعين ثانية هقولك على اأمن وافضل طريقة لتشخيص هشاشة العظام الطريقة المضمونة هي عمل اشعة ديكسا او اشعة بنسميها اشعة قياس كسافة العظام الاشعة دي عبارة عن جهاز بيقيسك بالكمبيوتر كسافة العظام وقوتها في ثلاث مناطق العمود الفقري عنق عدمة الفاخدة عدمة الكعب او الرصغ لان دي اول ثلاث مناطق بيظهر فيهم هشاشة العظام عن طريق الجهاز ده بنقدر نشخص اذا كانت العظام سليمة او ضعيفة او هشة ومعرضة للقصور وبالتالي المريض بيبدأ علاج هشاشة العظام الجهاز ده امن ودقيق جدا فيه تشخيص هشاشة العظام لان ممكن يكون عندك نقص كالسيوم ونقص فيتامين دال لكن ما يكونش عندك هشاشة في العظام مميزات الطريقة دي انها غير مؤلمة ومش محتاجة اي تحضير ولا محتاجة تخدير مش محتاج انك تاخد حقن قبل الاشعة مش محتاج انك تخلع الملابس مدتها 5 دقايق لكن لازم توقف حبوب الكالسيوم 24 ساعة قبل الفحص دي افضل وادق طريقة لتشخيص هشاشة العظام في الفيديو اللي جاء ان شاء الله اعرفك ازاي تقرأ تقرير اشعة الدكسة او اشعة قياس كسافة العظام بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وافادك شارو غيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي استشار جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم واخر دعوان انا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته